أولئك الخوانة والمجرمون يدون التاريخ أو لا يدون تكتب السجلات الأحداث أو لا تكتب غير أن سخرية الانقلاب والنهج الميليشاوي سيظل الحاضر الأبرز في ذاكرة الأجيال التي رأت العجب العجاب من المهازل التي أقل ما يمكن وصفها بالأضحكات السوداء المأساة اليمنية الراهنة لا تخلو من اليوميات الهزالية التي بدت بالبحث عن حديقة 21 مارس إلى الاقتصاد الحجري إلى حرب الولاعات وأخيرا وليس آخرا ما عرف بالمحاكمة الهزلية للرئيس هادي وخمس شخصيات سياسية وأمنية أخرى توزعت بين الأحزاب والمناطق اليمنية المسلك الانقلابي الملفوف بالمحاكمة لا يبدو مهما من الناحية السياسية لكن قرار المحاكمة كشف لشرعية الانقلاب واستخدامه لأدوات باطلة لتصفية الخصو هزالية محاكمة الرئيس فتحت الباب واسعا أمام الحكومة الشرعية لتفعيل أدوات العدالة المحلية والدولية بحق مجرمي الحرب في صفوف الانقلاب ومكافحة الجرائم الجسيمة التي شهدتها المرحلة الانتقالية قيادات الانقلاب المشمولين بقرارات العقوبات الدولية انتهجوا ذات الطريق الذي مضت فيه الانقلابات العسكرية والثورات المضادة في استخدام القضاء لأغراض سياسية تحت يافتات عديدة تصب في مجملها في ضرب سميم العدالة القضائية قانون الطوارئ وشكلية المحاكم الاستثنائية في تصفية الخصوم كشف حجم انتهاكات الانقلاب وأعاد إلى الذاكرة الحديثة إعلان الطوارئ إثر مذبحة شهداء الكرامة حينما أسكتت قناصة المخلوع قلوب وأفواه شباب عزل بعمر الزهور في ساحة الثورة السلمية تداعية هذا المسلك لا يلقي بضلاله على الذين شملتهم تلك المهزلة بقدر ما هو مؤشر لفصل جديد من فصول الجرائم الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا بحق المواطنين العزل الخاضعين لسيطرتها المختطفون على وجه التحديد المتضرر الأكبر من سلطة السوق السوداء والذهنية السوداء باعتبارهم الحقل الجريح الذي تجري فيه الميليشيا مناوراتها التي تتمظهر على هيئة انتهاكات أفرزت جثامين لفظت أنفاسها في زوايا التعديب ترجمة نانسي قنقر